اشتركوا في القناة وقد ترأس الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وفدة مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت اليوم برئاسة الفريق الطريفي ادريس دفع الله احمد وزير الداخلية بجمهورية السودان الشقيقة حيث تسلم رئاسة الدورة من صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وبدأت اجتماعات الدورة بكلمة لمعالي السيد الياس الفخاخ رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية فيما تضمن جدول الاعمال عددا من الموضوعات الامنية المهمة منها انشاء فريق عمل لرصد التهديدات الارهابية والتحليل الفوري للاعمال الارهابية والتوصيات الصادرة عن المؤتمر والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الامانة العامة خلال 2019 ميلادية ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية فيما سبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري تم خلاله اعداد مشاريع القرارات لعرضها على الدورة